تزيد حرارة الصيف الحارقة من صعوبة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتسبب العضوان الإسرائيلي المستمر في نزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم مليونين وثلاثة مائة ألف نسمة تقريبا من منازلهم إلى حيث لا توجد كهرباء أو مياه نظيفة في مكان باتت الحياة فيه معجزة ينتظرها الفلسطينيون كل طلعت شمس تعد الكهرباء سلعة نادرة أو حلما مستحيلا ومع الحر القائد الذي يكتاح المنطقة يحل له بالحرارة ضيفا ثقيلا على ما تبقى من ملاجئ لم تطلها آلة العضوان الإسرائيلي ولم يسع أمل إلا استخدام ورقا مقوى للتخفيف من حدة الحرارة على جسد ابنها في أحد زوايا مدرسة تابعة للأونورو هلقيت شهر ستة وسبعة جيينة تموز يعني صيف درجة حرارة عالية قديش تكون درجة الحرارة هلقيت في الصف عنا درجة الحرارة عالية كتير طلع على الرطوبة طلع على العرق في الأولاد طلع على الحرارة قديش بدي أطف حرارتهم كيف لو الواحد مفكر أنه يجيب هوايا فيش كهرباء كيف بدأ أشغل لهم مراوح بندبر لنا خشبة بندبر كارتونة انهوا على حالنا هايوا صح من الشوب وما يزيد الطين بلا إن عدام المياه إلى جانب تكدس العائلات في الخيام أو المدارس التابعة للأمم المتحدة وهو ما يحرم الفلسطيني من أبسط الحقوق بل يزيد من معدلات الإصابة بالأمراض مع انتشار الحشرات وتدهور البنية الصحية أنا خايف على أطفالي من شغلي واحدة أنه في عندك الكبد الوبائي أنه منتشر عندنا وفيش عندنا حمامات في المدرسة إيش المدرسة على حمام واحد ومشترك وما دونك البعوض والدبان وطلع ابني هذا هذا ابني بالنسبة له أنه عنده ربو ومش قادر أنا إيش أسو ما عايشه على البخخات هذا الشب إيش دنبو أنه أنا هيصير فيه زي هيك وهي عندك بنت هذي صفتال تعدادي إيش عمل أضاع مستقبلها وعندي كمان بنت في توجيهي اللي راح عليها توجيهي ويانا حياتنا مأساوية جدا جدا وحرم قطاع غزة من الكهرباء مع توقف محطة الطاقة الوحيدة بالقطاع وانعدام إمدادات الديزل التي تعمل به المحطة وتسبب العدوان المستمر في نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني تقريبا من منازلهم وتركهم فريسة لسلاح المحتل أينما تطأ أقدامهم ترجمة نانسي قنقر